فيما النهاردة فيلم رعب كده حلو وفيه قصة كويسة وفيه نهاية كويسة برضه فاهمت تنساش بقى انك تعمل لايك وتشتري في القناة وتفعل الجرس عشان ده بيساهل جدا شانجاز طب يلا بينا بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه كلايد هو رجل عجوز حبتين كده كان بيجري من شخص في وسط الغابة ومع خريطة لكن سريعا كده الشخص ده بيسبتو وبيطلب منه الخريطة فقلايد بيرميها بعيد وبيقول له انت حتى لو اخدتها مش هتعرف تعمل بيها حاجة لاني غيرت الوصية فالشخص ده معجبوش الكلام وضرب قلايد طلقة اتله وقتها بيسمى عصوت وحش مطيل جدا ورياح قوية وفيه كائن منعرفش هو مين او حتى شكله ايه بدأ يطارد الشخص ده طبعا ما حدش تستفهم اي حاجة من كل الهرية ده انا عالف بس اشطى واحدة واحدة كده وهنفهم مع بعض كل حاجة دلوقتي بالنوع بعدها الواحد اسمه نيك وكان في طريق القرية اللي عايش فيها اخوه من الام واللي اسمه تريستان وده لان تريستان هو اللي طلب منه يحضر في اسرع وقت فعلا نيك بيوصل عند البيت بس مش بيلاقيه ساعتها الكلب بتاعه وبيجري على جث كونجور والكونجور ده كان مقتول بطريقة وحشية فنيك بيروح ورا الكلب وهناك بيظهر فجأة تريستان فبيعضو وبيسخو البيت تريستان بيدي لنيك له صيع بتاع الجده من الام عشان يقراها وبيقوله ان السكان الاصليين للقرية هم اللي سلموا هالي من كم يوم وببع ان الويرس والسنة كان لازم انت كمان تيجي تقراه واللي بنفهم من الوصية ان جدهم بيقولهم يتنازلوا على الارض والبيت وكل حاجة للسكان الاصليين لانهم وفضلوا عاشين هنا هيتصابوا باللعنة الارض دي وجدهم ده يبقى هو نفسه الحاج كلايد اللي تقتل من شوية المهم بعدها بيجي شخص يقابل الشباب اسمه جار في ويبقى من السكان الاصليين للقرية هو بنفسه اللي كان سلم الوصية لتريستان وكان جاي يشوف الشباب هينفز وصيت جدهم ولا لأ فتريستان بيقوله لا ولو عاوز الارض اشتريها يا باشا ومش هنتنازل عن اي حاجة فجار في بيتامس منه وبيقوله مسيرك هتحتاجني وبيسيبهم وبيمشي على اخر اليوم نيك وتريستان كانوا عاديين يفتكوا زكريات تفلتهم مع بعض ويسفج اتا كده بيسمعوا صوت وحش جاي من اتجاه الغابة الشباب بتخضوا جدا وفضلوا يلف حوالين نفسهم شوية وهم الصوت بيسكت هم كمان بيسكت والدنيا بتهدى بس الحوار ما خلص على كده هم اليمين بيسمعوا صوت حركة حوالين البيت الشباب بينزولوا يفتشوا في المكان ساعتها بينشوف جسمه ضخم جدا مع عد من ورهم بس هم مش شايفينه المهم بعد تفتيش كتير مش بيلاقوا حاجة فبيردعوا يناموا تاني تاني يوم نيك بيتفاجئ ان تريستان يتكلمش إلا من أصحابه يجري ويعودوا معاهم في البيت عشان كلهم يتسلوا مع بعض وما بيدخلوا للبيت كلهم بيتعرفوا على نيك إلا واحدة بس كانت تعرفوا من زمان من قبل ما يسيب القرية ويمشي تبقى اسمها انيا وكانت الاكس بتاعته على خلال اليوم الشباب كلهم بيتجمعوا وبيشربوا وبيسكروا وحاجة آخر حرام يعني وبعد ما كلهم بيسكروا حرفيا الوقت جيسون بتهب في دماغه انه روح يتمشي في الغابة وبعد ما غاب شوية الشباب بيسمعوا صوته وهو بيصرخ وقتها نيك جل بسرعة يفتش عليه فبيلاقيه وكان زي الفل وما فوقش أي حاجة لكن صلوخه ده بسبب انه حسبش ايه بتحرك حواليه وخوفه خوفه الشديد اللي خلاه يصرخ كده ساعتها نيك بيشوف جسمه غريب واقفين بعيد ويبان منه هي عيونه وكان فيها ضوء احمر بعد ما نيك بيشوفه كان بيختفت هماما فنيك بياخد جيسون وبرجعوا البيت وبيطمن الشباب انه ما فيش اي حاجة يخافوا منه تاني يوم الشباب كلهم بيصحوا فتريستان ونيك وانيا بياخدوا بعضهم وبينزولوا المدينة يشتروا شواء الطلبات اما بقيت الشباب بها فبيفضلوا في البيت الا ريبيكا بتقول لهم انها هتروح النهر تبلبط شوية اما بتمشي جوه الغاب بتلاحظ انها شافت وحش مخيف جدا هي بتخاف جدا ويبتقع في الارض الغريب بانها لما بتقوم مش بتلاقي الوحش ده وكأنه فص ملحو ده لكنها بتفضل خايفة وارده وبتمشي بسرعة وهي مرتبكة لحد انه ما بتوصل عند النهر وبتلطه جوه الميض بدل جاعتني لنيك واتريستان وانه في طريقهم بيعدوا على ريتشارد سمسر العقارات عشان يعرضوا عليه الارض بتاعتهم النشتية لانهم عارفين انه اشترى موظف الاراضي اللي حواليهم عشان عاوز يعيون المكان ده منتجع سياحي المهم اما بيدخله تريستان بدأ يتكلم معاه لكن نيكا مستمع بس وما كانش عاجبه كلام ريتشارد حاس ان الرجل ده فيه ورا مصيبة كده فعلا بيلاقي في كرتون جوه المكتب نضرة مكبرة بتدي ضوء احمر زي مشافة في الغابة لتنبارح المهم ان تريستان كان خلاص هيخلص في البيعة لكنك بيمنعه وبيقول لريتشارد خلينا نفكر يومين كده ونبقى نرد عليك باه او لا اما بيخرجه لك حاول يفهم تريستان ان ريتشارد ده شكل نصاب وواضح انه هو اللي بيخوفهم بالاصوات المرعبة والتحركات المريبة اللي حصلت تنبارح عشان يخليهم يبيعوا الارض بسعر رخيص ويمشوا من هنا فتريستان مش بيعجبوا الكلام عشان هو عاوز يبضل ارشينات ويخلع وخلاص مش مون مع اي حاجة تانية فبيتخاني اهوانك مع بعض وبيسيبوه وبيمشي اما بيرجع البيت بيسأل الشباب عن ريبكة هما بيقولوله انها راحت تعوف في النعر انبدل ونسا مرجعتش فعشان هي حبيبته بيريح وشوفها اتأخرت ليه اما بيروحها والشباب عند النعر مش بيلايه ساعتها بنشوفها وهي وقفة عند الشاطئ التاني وكان موجود هناك راجل عجوز اي عبيس طال فبتيجي ريبكة تقوله ما تيجي معاها عم الحاج عاوزك في موضوع مهم وبكون شكلها موخيف جدا وكأنها مصحورة وحاجة مريبة مستحوذة عليه رجعتني للشباب اللي كانوا قاعدين في البيت مطوطرين جدا بسبب اختفاء ريبكة خصوصا ان الدنيا بدأت ليل فبيتفو انهم يروح عند النعر يفتشوا عليها تاني اما نيك وانيا فبيبضوا بعضهم ويروح عند مكتب ريتشاردي فتشوه عشان نيك عاوز يعرف الرابل ده نوع علي ايه بالضبط اما بيدخل المكتب بيلاقي فيه صور كتير لكائنات وحوانات مخيفة ومرعبة جدا جدا والواب بدأ يقلق اكتر ساعتها كيت وتجيسون اللي هم أجوار غابة فجاب يزالون الوحش اللي بدأ يطاردهم في نفس الوقت ريستان وبيجي كانوا في غابة حوالين النار فبيلاقوا الريبيكا وطبعا شكلها كموريب المشكلة هنا برضو انها بتقول لهم تعالوا معايا وبدأت تستحوز عليهم وما شبه كده فقدوا وعيهم ساعتها بيجي الكلب بتاع نيك وبينط عليها فهدفها جوا النهر واما هي يا بعدة الشباب يرجعوا الوعيهم من تاني وهم بيفوه بيلاقي كتو الجيسون بينطه في النهر وهم بيصرخوا من شدة الخوف فالوجي سن بيعم بكل قوته لحد لا ما بيقرب بالمية وبيسيب كتو تعتمل على فساعة لكن قبل ما توصل للشاطئ بيظهر كاما من المية وبيسحب على تحت فالشباب اللي بركلوهم بيسيبوها تتسحب عادي وبيغضو ديلهم في استنهم وبيجروا رجعوا على البيت واستخبوا وراء الكنبة اللحظة دي بيصنعوا صوت خبط على الباب فتريستان بيريح يفتح الباب هو خائف جدا لكن بيكتشف ان اللي بيخبط يبقى هو نفسه سام ابوه اللي سابه وهو وومه من سنين وطفش فنفس الوقت دا سكان الاصليين بيجبسوا على نيك في مكتب ريتشارد وجارفي بيقولوا انهم محتاجينوا معاهم عشان يمنعوا كارسة هتحصل النهار دا بيقولوا فكك من ريتشارد دا واتتافي وبيجروا رأى حيواناته والمخلوقات الأسطورية اللي عايش هنا عشان يبقى على التفهين اللي زيه مبالغ كبيرة فنيك بيكرر يروح معاه عشان يفهم اللي بيحصل بالزبط وبيفهم انيا انها هترجع للشباب تبلغهم انهم يعودوا جوا البيت ويقفلوا على فسون كويس بنرجع تاني لتريستان وبيكون سام داخل البيت ومعاه ريتشارد ورجزته سام بدأ يحكي لتريستان ان في مخلوق مرعب عايش على الأرض دي من آلاف السنين وانه بيقتل كل سكان المدينة ومضمنهم جده كلايد وبيقناع ان ريتشارد جاي هنا عشان يصطادر المخلوق دا ويخنص عليه مش عشان عاوز يبيعه ويكسب من وراه ولا حاجة المؤم بيقوله انه هو كمان بيساعده عشان المدينة تعيش في سلام وبيطلب من تريستان واصحابه انهم يساعدوه هم كمان في الهبوم على الوحش ده فالشباب بيتحمسوا جدا وبيكرروا انهم يساعدوهم بالنسبة بعد ذلك اللي كان في اجتماعهم السكان الأصليين وجال في بدأ يحكي القصة من أوله بيقولهم انه من الآلاف السنين كان عايش على الأرض دي الراجل حكيم اسمه بيامي كان عنده قدرة كبيرة على لحمات الأرض والقبائل والحاوانات وكل مخلوق عايش على الأرض دي كلهم كانوا طعين ليه حرفيا إلا الراجل واحد كان رفض انه يبقى عايش تحت رحمة حد بدأ يعمل تصرفات مجنونة عكس اللي بيامي بيأمر بيها وبقى يأكل حاوانات مقدسة ممنوع لنات التك ساعتها بيامي غضب منه جدا وقرر يحبسه جوا مصورة مجاري معجورة داخل كهف مهجور برضو أسنعما كان الراجل دا في الكاف اتعاون مع الشيطان واكتسب منه الروح الشريرة والروح اسمها بوليب وآتها أقسم أنه ينتهي من كل القبائل والناس اللي عايشين على الأرض دي وروح الشريرة انتشرت في مية النهر بالكامل وبقى كلما حد ينزل المية بوليب يتلو وآتها القبائل طلبه من بيامي يتصرف معه فبيامي حبسه جوا أفص داخل الكهف بتاعه بعدها ثلاث ستات قرروا روح الكاف يختبروا قوة بوليب لسه شغالة ولا عطل بس للأسف طلعت شغالة وأم استحوز عليهم وأرى عليهم تعويز سحارتهم وهابلوهم الحياة للأبد بشرط النوم يبقوا ملكه وهم اللي يجبولوا الضحايا من النهر لحد عنده وقعت في مكانه زي المعلم كده يقول له من النفس القصة دي بتحصل تاني دلوقتي فعلا بوليب قدر يستحوز على بنتينه ومش فاضر غير بنته كمان وبكده يبقى كامل طقوسه والشرة ينتشر في المكان من تاني وإحنا لازم نوقفه طبعا البنتين هم ريبيكا والكيت والتالتة هتبقى إنيا بإذن الله يعني المهم بإن إحنا بنشوف إنيا وسط البيت لكن مش بتلاقي حد موجود من الشباب فده بيجي شخص من قرارها وبيضربها على دماغها وهي بتفقد الوعي أما بتفوق بتلاقي نفسها مرمية جوة عربية ومتربطة بدفع من ريدشارد ويسام جاي بينها طعم البونيب عشان يظهر الاستحواز عليها أهم ما يظهر هم يستضوه وتريستان أنا بيعرف إنه بوش تغل وضيحك عليه بدل يتخاني معي فسام رفع في وشه السلاح وقال له بنفس الأوامر وانت ساكت يوض ساعتها بنعرف إنه سام هو اللي قتل كلايد جد تريستان في أول الفيلم عشان هو الوحيد اللي كان مع القريطة اللي موجود فيها مكان الكاث اللي عايش في بونيب بعد شوية بيظهر ببونيب لكن ريتشارد ورجال تضربوا علينا وستضوب الشبك لكن سريعا كده بونيب بيخرج من الشباك ده واللي بييجي على سكته بيفرومه حرفيا وأتاها بيجي وجيسون وتريستان رجبوا عربية وجروا بيها العادة بيسيبوا إنيا تعتمد على نفسها وفضت تجري من بونيب فبيقابلها لواد ريتشارد وهم الاتنين طحنوا بعض شوية وفي النهاية إنيا جريت واستخبت منه أسنى ما هو بيفتش عليها بيوصل ببونيب وبيسمون السين حرفيا ساعتها سام بيجي بورا إنيا ثبتها وأم خاطفها أما الشباب فكانوا لسه بيجور العربية وبونيب بوصل عندهم بالسلامة وفضل إجوارهم فمن شدد الخوف الشباب بيعملوا حدثة وبيتبسوا في شغرة وبنشوف بعدها أن الواد جي سمات وتريستان فقد الوعي واللي فيق هو بيجي ساعتها بتيجي كت وهي مصبورة كده وبتستحوز عليهم هم مجوز بعدها بنشوف سامو وواخد إنيا وداخل بيها جوا الكهف عشان بونيب يكمل بيها تقوسه بنشوف بوا الكهف الواد تريستان وبيجي وواربطين من إيديهم وبونيب بيأكل بيجي وبيقطعوا حتة حتة بعد شوية بونيب بيوصل عند إنيا عشان يرمي عليها اللعنة ساعتها بيوصل نيك وجارفي فنيك مسك في خناء سام أما جارفي فراح يتعارك مع بونيب ووقفوا عن تقوس اللي بيعملها وهوبا بيحدف علي حتة خشبة كده بيقول إنها مقدسة يعني وبيجيب من آخر وقتها أما الخشب لمس الجسمه اللي أعلن لرمها على البنات بتتفك وبيرجعوا لطبيعتهم تاني فنيك بيأخذ البنات وخرجوا من الكهف وبعدين رح يفتش على تريستان أبو بيلايه بيقوله يمشي من هنا حالا وهو يخلص الخناءة دي ويحصله بعدما تريستان بيمشي نيك وسينتحنوا بعض تاني وجارفي كان لسه بيعافر مع بونيب وفي النهاية كان معا حتة مصورة كده وبقى ينفق فيها فخرج منها صوت قوي وواجه الصوت ده تجاه بوريب فمن قوات الصوت جسمه بونيب بوم الفجر من شدر الفجر الكهف هو كمان بوم بكل الناس اللي فيه بعدها من شوف تريستان والبنات وما واخدين بعضهم وسيبيل المكان الملعون ده وبيمشوا تلدي أحدث الفيلم لحد دينا شكرا في فيديو الجاي يلا سلام